سلام معكم أنهم ورجعنا لكم بفيديو جديد اليوم الفيديو مثل أي فيديو ثاني خطير المعلومات اللي فيه صحيحة يا جماعة المعلومات اللي فيه صحيحة مليون بالمئة نحن نتحدث عن أنه كوريا الشمالية عم بتهدد بشكل واضح أمريكا كامل الأراضي الأمريكية في نطاق ضربتنا النووية هيك صرح زعيم كوريا الشمالي كيم جونغ كيم جونغ صرح أنه كامل الأراضي الأمريكية فيه ايد ضربتنا النووية والزر النووي الموجود على طاولة مكتبي ولم أصدع هذا الزر للعب فقط هيك صرح نص حرفي أنا بالأول لما قريت الخبر ما تأكدت ما تأكدت شعرت انه فيه ممكن معلومة خطأ لكن انتقلت من محطة لمحطة من مكان لمكان لحد ما تأكدنا من الخبر هذا الخبر البارح أصار بصريح العبارة حكى أيام أمريكا قد ولت أيام أمريكا قد ولت طيب السؤال اللي بطرح نفسه ليش ليش حكى ليش زعيم كوريا الشمالي بعلن هذا الشيء الخطير يا إخوان قبل فترة قبل ما تصير الحرب على أوكرانيا نزلنا فيديوهات توقعنا نشوب الحرب على أوكرانيا اتقابلت بهجوم شاسع بهجوم واسع من قبل العرب اللي موجودين في أوكرانيا لأنهم مش شايفين انه فيه رح يصير حرب كانت الحياة عادية جدا لدرجة خلوني أشك في المعلومات المتواجدة على الطاولة بصريح العبارة هذه المعلومات خطيرة يا جماعة مثل المعلومات اللي قبل نحن نتحدث على معلومات أيضا خطيرة هذه المرة المعلومات بتحكي على وشوب حرب عالمية ثالثة وشوب حرب عالمية ثالثة اللي زاد الطين بلي يا إخوان هو إعلان زعيم كوريا الشمالي كيم جونج التعبئة العامة للجيش الكوري يعني الاستعداد العام كيف استعدت روسيا لغزو أوكرانيا وكان فيه حوالي 150 ألف جندي قبل ما يبدو الغزو نفس الإشي إعلان التعبئة العامة للجيش الكوري للجيش الكوري السؤال اللي بترح نفسه ماذا يريد هذا المجنون وكيف سيتصرف العالم إذا دخلت كوريا الشمالية أو زعيم كوريا الشمالية كيم جونج لا الحرب بجانب روسيا بوتين بوتين صرح بصريح العبارة احضروا وانتظروا النووي الروسي كيم جونج البارحة صرح بنفس العبارة انتظروا انتظروا النووي الكوري العالم على صفيح ساخن كابل هالمرة حكينا هاي الجملة العالم على صفيح ساخن ولا حدا أصدق لحد ما خسفوا أوكرانيا خسف لحد ما أحرقوا الأخضر واليابس لحد ما قتلوا النصاء والأطفال والأبرياء يا إخوان العالم على صفيح ساخن العالم بمر بأكبر مرحلة خطيرة في تاريخ البشرية نيوتون حكى لما سألوه ماذا تتوقع أن يحدث في الحرب العالمية الثالثة حكى إذا حدثت الحرب العالمية الثالثة لن يكون هناك حرب عالمية رابعة أصلا لأنه كل الأشي رح يختفي احنا نتحدث هذولا الدول المتغطرسة في العالم عندها سلاح بنفي الكرة الأرضية نفي عندها سلاح بقدر يسوي الأخضر واليابس ميزانية الدول للإسلاح والجيش والإستعداد للحروب أكبر بكثير وأضعاف الأضعاف من الميزانية اللي بستعملوها للصحة والتعليم ولا رغد الشعوب بنرجع للسؤال تبعنا ليش بالذات بهذا الوقت كوريا الشمالية بتستعد للتعبئة العامة في جيشها ليش بتضغط أو بترفع ورقة النووي قدام أمريكا بهذه اللحظة ليش بالذات بهذه اللحظة لأنه في عنا روسيا عملت حرب أو غزت أوكرانيا هذا الغزو على أوكرانيا أدى إلى تجميع العالم بشكل أجمع تقريبا ضد روسيا فرض عقوبات ساحقة عقوبات ساحقة أدت إلى انهيار اللي ما بيحكي فيه انهيار لا فيه انهيار أدت إلى انهيار الاقتصاد الروسي الاقتصاد الروسي في انهيار واضح رح يكون في الأيام القادمة رح تشوفوا هذا الإشي بشكل واضح في الأيام القادمة فأجد كوريا الشمالية اللي هي تعتبر حليف اقتصادي حليف سياسي منذ عقود مع روسيا روسيا طول الوقت وهي عم تساند بكوريا الشمالية وقت ما كان عليها عقوبات من أمريكا من كل العالم بسبب تجاربها النووية بسبب تجاربها الصاروخية بدون ما انه تستأذن طبعا من الام الكبيرة امريكا روسيا احد الدول القليل اللي كانت دائما تطالب بتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية او حتى احد الدول الوحيدة تقريبا اللي كانت تطالب بتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية فشعرت كوريا الشمالية انه حان الوقت لرد الدين واصلا هم كل هاي الصواريخ اللي هم بصنعوها كل هاي العتاد اللي كاعدين بعملوه عشان بيستنوا بهاي اللحظة بيستنوا بهاي اللحظة الحاسمة إنها تقوم وإنها تبدأ أجل يا أخوان في الساعات الماضية في الساعات الماضية من إنتاج هذا الفيديو طالب الحزب الحاكم في كوريا الشمالية الجمهوريين أو جميع الجمهوريين في كوريا بالتعبئة العامة والاستعداد للحرب والاستعداد للحرب طب أي حرب؟ ما في حرب صغيرة مع كوريا أنت بتتحدث عن حرب عامة عالمية ثالثة أنت بتتحدث عن حرب عالمية ثالثة الله أعلم الله أعلم دايما كنت أقول لكم في الفيديوهات السابقة صلي شهر كامل بحكي لكم الله يجيرنا منها الحرب ورغم هيك أجدنا الحرب ولا حدا تصدق ولا حدا استوعب الحكي اللي إحنا بنحكيه لكن نتمنى نتمنى أنه هذا الكلام اللي إحنا بنحكيه يكون على الطاولة لأنه الكلام كثير حقيقي وكثير خطير وما فيه مزح ما فيه مزح ما فيه مزح إذا قامت الحرب العالمية وينما أنت تكون قاعد رح توصلك الحرب المرة الحرب العالمية الثانية كانت في نووي على مدينتين هيروشيما ونكازاكي ووقفت الحرب كلها اليوم كل الدول اللي ببدأت حارب عندها نووي يعني بالعربة أكلناها أكلناها يعني بالعربة أكلناها أكلناها فوينما أنت تكون قاعد إذا كنت تفكر إذا قامت الحرب في أمريكا إلا بفرنسا إلا بروسيا إلا بأوكرانيا بش رح توصلك لا تبعاتها رح توصلك رح توصلك أولا وآخر كلها الحرب العالمية على بواب والكل مستعدلها الكل بيجمع في جيوش والكل بيجمع في أسلحة الدمار شامل عشان هاي الحرب يعني هم مش عن عبث عم يجهزوا بكل هاي الأسلحة الفتاكي صلهم سنوات مش عن عبث لأن هم نفسهم السياسيين واللي قاعدين على الكراسي عارفين بهذا اليوم إنه رح ييجي إذا مش اليوم بكرة إذا مش بكرة بعد بس أول أنه آخر رح ييجي وكل الدلائل بتحكي إنه إحنا على صفيح ساخن وهذا الصفيح بأي لحظة بسيح وبتفجر وسعيدها بتقوم كل الحروب كل الدول بتدخل بنزاع اللي بحكي عن حرب أوكرانيا إنها ما رح تأثر علينا وإن اللي بحكي حرب أوكرانيا رح تخلص في دارها وخلص لا أوكرانيا رح تأثر على كثير دول فقيرة لأنه أوكرانيا كانت أكبر مصدر أحد أكبر الدول المصدر للقمح والطحين والسكر اللي بتعتمد عليها كثير دول عربية بسبب رخصها من أوكرانيا لأن أوكرانيا كانت تصدرها لكل دول العالم بسعر بأرخص الأسعار اليوم أنت بتحكي الدول العربية اللي فيها مجعات وبتبنوا رغيف الخبز مع أنه متوفر برخيص من أوكرانيا فتخيل اليوم لا في طحين لقدام الأيام اللي جاي رح تفرجينا المجعات اللي رح تصير في العالم لا في طحين لا في قمح لا في سكر لا في إشي كله رح يغلى بأضعاف الأضعار بأضعاف الأضعار طب وهذا الفقير اللي كان أصلا بالنسبة له رغيف الخبز غالي غالي كيف بده يستوعب أنه يشتري رغيف خبز بأضعاف الأضعاف اللي كان موجود لا سعيتها على عين هذا العالم يعني إحنا منمر بفترة كثير صعبة منمر بفترة كثير صعبة وعدتكم بالفيديو الماضي أنه في فيديو جديد رح هنزله بتعلق بالهجرة والطلاب في بولندا أو غير بولندا كيف يتعاملوا بحيث أنه يسحلهم حقوق مثل الأوكران إن شاء الله اليوم اليوم رح ينزل الفيديو أنا بس لأنه هاي أخبار جديدة حبيت أن نزلكم إياها في هذا الفيديو خلال المغرب كمان أكم ساعة من نزلكم الفيديو اللي بتعلق بالهجرة وكيف أنك بتقدر تحصل على حقوقك كلاجئ في دولة أوروبية مثلك مثل أي أوكراني بإذن الله أراكم اليوم إن شاء الله بالفيديو القادم مع السلامة